بسم الله الرحمن الرحيم صيغ الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء فهموا على حسب قاعدة الأصول أن هذا من المطلق الشرع الشريف لم يلزمنا بصيغة واحدة لم يقل لا تقول إلا الصلاة بهذه الطريقة أطلق هذا قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لم يقل بالصيغة الفلانية طيب جاءوا يسألون رسول الله كيف نصلي عليه قال قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد اتفق العلماء على أن هذه الصيغة من أفضل الصيغة لكن أضف إليها سيدنا أضف إليها سيدنا بدعوا ضلالة وكذا عند الوهابية نعم أما عندنا نقول ماذا الأدب خير من الامتثال ما دليلنا دليلنا قصة أبي بكر الصديق يا أبا بكر صلي بالناس حديث الصحيحة في البخاري ما حصل عطلقة الوهابية هذا عصى عطلقة للسنة قال ما منعك يا أبا بكر أن تصلي بالناس قال ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو يعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعظمه فأخذ العلماء منها أن الأدب خير من الامتثال فأخذ العلماء منها أن الأدب خير من الامتثال قلوا اللهم صلي على محمد نحن نقول اللهم صلي على سيدنا محمد طيب لماذا أضفتم سيدنا هذه ما ورد نقولهم الترك ليس بحجة ما الدليلكم عليها نقول قال الله تعالى أمرنا أن نعزره وأن نوقره وتعزره وتوقره ونهانا أن يكون دعاء الرسول بيننا كدعاء بعضنا بعضا حينما يقول يا عبد القادر وعبد القادر إيه ماشي هذا إنسان أما سيدنا رسول الله يقول سيدنا رسول الله أو نعم حتى لا يكون دعاؤنا كدعاء النبي عليه السلام كدعاء بعضنا بعضا خشت أن تحبط أعمالنا وكل هذا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجفاء يقول لا يجوز طيب حينما يخاطب الملك يقول جلالة الملك المفدة جلالة الملك المفدة وجلالة سيدنا محمد رسول الله المفدى بأرواحنا وأبنائنا وأنفسنا وأمهاتنا يجوز نقول جلالة سيدنا محمد رسول الله المفدى لا هذا لم يرد ورد جلالة الملك المفدى اتقوا الله اتقوا الله سبحانه وتعالى الصحابة كان بعضهم بعض بعضهم يقول لبعض هذا كما أخرج البخاري عن عمر رضي الله عنه قال أبو بكر سيدنا وأعتقى سيدنا يعني بلالة يعني السادة الصوفية حينما يقول أحدهم لآخر يا سيدي يا سيدي هكذا ليس بداحة صحابة فعلوا هذا الصحابة فعلوه طيب ماذا الوهابية لا يقول لأنهم بلا إسناد نحن روينا البخاري هم ليس عندهم رواية البخاري رويناه بإسنادنا كل أشاعره وما تريديه وهكذا الجماعة الطيبين الصوفية وهكذا أطيب ما يكون عندهم ماذا وانقطاعه رقعوا إسناد اللي بنت أمية فوجدنا ثلاثة أربعة إسناد أشاعره وما تريديه وصوفية أيضا كما بينا هذا في تسجيل سابق